مجلس الوزراء يقر حافزا إضافيا خمسة وستين جنيها لكل إردب على أسعار توريد القمح المحلي ويفوض التموين لوضع آلية تسعير الخبز الحر بوتين يشدد على النزل سلاح أوكرانيا لوقف العمليات العسكرية وزلانسكي يطلب دعم واشنطن لمهاجهة موسكو النيتو يبحث تطورات أزمة أوكرانيا ويطالب بوتين بوقف هجومه فورا السادسة مساء في قهراء الرابع بتوقيت جرينيتش نشوط إخبارية مفصلة تأتيكم إلى تلفزيون مصرية أهلا بكم موسيقى موسيقى وفق مجلس الوزراء على تفويد وزارة التموين والتجارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع آلية لتسعير الخبز الحر على أن يتم تطبيقها لمدة ثلاثة أشهر يأتي ذلك تنفيذ لتكلفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدراسة تكلفة إنتاج رغيف الخبز الحر غير المدعم وكذلك تسعيره وذلك في إطار حرص الدولة على التصدي لزيادات غير المبررة في أسعاره ومن جهة أخرى وتنفيذ لتوجهات الرئيس السيسي بدعم المزارعين وتشجعهم على زيادة الكميات الموردة من القمح المحلي للموسم الحالي من خلال حافز إضافية وفق مجلس الوزراء على صرف حافز الثثنائي للتوريد والنقل بقيمة 65 جنيها ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفان استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعية تقريرا حول آخر مستجدات الموقف الوبائي محليا وعالميا وأكد التقرير أن المنحن الوبائي لحالات كورونا المؤكدة يوضح استمرار تسجيل معدلات منخفضة للإصابة بهذا المرض وأوضح التقرير لاستمرار في خفض عدد مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية وذلك بناء على الانخفاض في معدلات الإصابات بهذا الفيروس وحول موقف توريد واستهلاك لقاحات فيروس كورونا أشار التقرير إلى أنه تم توفير أكثر من 142 مليون جرعة حتى الآن من اللقاحات المتنوعة وتم استهلاك أكثر من 74 مليون جرعة شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع محضر مشترك حول التوافق على صيغة مشروع اتفاقية بين حكومتي مصر والمملكة العربية السعودية بشأن قيام صندوق الاثثمارات العامة السعودية بالاثثمار في مصر وقام بالتوقيع وزيرة التخطيط ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي هالة السعيد وعن حكومة السعودية وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى عصام بن سعد بن سعيد وتم التأكيد على أن هذا الاتفاق يأتي انطلاقا من الروابط التاريخي الوثيقة التي تجمع القاهرة والرياض واستنادا إلى توجيهات قيادتي البلدين بتعزيز التعاون والأغذي بكل ما من شأنه دعم العلاقات بين البلدين والتعجيل بإنهاء الإجراءات المتصلة بالاثثمار في مصر من خلال صندوق الاثثمارات العامة مرحبا بكم مجددا صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام لقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة يوليو 2022 وذلك لتأدية الخدمة العسكرية اعتبارا من يوم السبت الموافق الـ 26 من مارس وفقا للشروط المحددة كما صدق وزير الدفاع على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المتطوعين للانضمام لصفوف القوات المسلحة وكذلك قصص الأثر لصالح قوات حرس الحدود وذلك اعتبارا من السبت الموافق الثاني من أبريل صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة يوليو 2022 وكذلك الإعلان عن دفعة جديدة من المتطوعين والأدلاء قصاص الأثر جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء سامير خليدي مدير إدارة التجنيد والتعبئة أشار فيه إلى قبول دفعة جديدة من شباب مصر لتأدية الخدمة العسكرية اعتبارا من يوم السبت الموافق السادس والعشرين من مارس 2022 وكذلك قبول دفعة من المتطوعين للانضمام لصفوف القوات المسلحة وكذل أدلاء قصاص الأثر للصالح قوات حرس الحدود على أن يتم سحب الملفات اعتبارا من يوم السبت الموافق الثاني من إبريل 2022 وحتى الثامن من مايو 2022 وللمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع إدارة التجنيد والتعبئة على شبكة الإنترنت على العنوان التالي تجنيد.mod.gov.eg وتم إضافة رقم الخدمة الصوتية للمركز الإلكتروني لخدمات التجنيد 15499 تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة إحدى القواعد الجوية بحضور الفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية وعدد من قادة قوات المسلحة ويأتي ذلك في إطار المتابعة الدورية والمستمرة لكافة الوحدات من مختلف الأسلحة والتخصصات للوقوف على مدى جاهزيتها واستعدادها التام لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليها واستمع الفريق أسامة عسكر لشرح تفصيلي تضمن الأنشطة التدريبية التي يتم تنفيذها للوقوف على مدى جاهزية واستعداد الطيارين والأطقم الفنية والاطمئنان على مستوى التدريب والحالة الفنية والإدارية لرجال القوات الجوية وشهد مراحلة القيم قبل الطيران ونقش عددا من الطيارين والأطقم الفنية في إسلوب التخطيط والتنفيذ للمهم المتعددة كما شهد بيانا عمليا لتجهيز وإقلاع عدد من الطائرات المقاتلة أظهرت مدى ما يتمتع به رجال القوات الجوية من كفاءة قتلية عالية وقدر على تنفيذ كافة المهام المكلفين بها وقم بجولة تفاقدية تضمنت المرور على استفاف عدد من الطائرات من مختلف الطرازات وكذا عدد من المنشآت الفنية والتخصصية لإعداد وتجهيز وصيانة الطائرات ونقل الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحياتي وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لرجال القوات الجوية مشيرا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تزويد القوات الجوية بأحدث المقاتلات والطائرات متعددة المهام بالإضافة إلى أحدث أجهزة الملاحة لمواكبة تطور التكنولوجي المستمر في عالم الطيران لتظل القوات الجوية دائما الذراع القوية للقوات المسلحة ولديها القدرة على تحقيق مختلف المهام التي تسند إليها على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة التقى الفريق أسام عسكر رئيس أركان حرب قوات المسلحة الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين الحسن رئيس هيئة الأركان لقوات المسلحة السودانية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا يأتي ذلك ضمن فعليات الاجتماع الثامن لللجنة العسكرية المصرية السودانية بالقاهرة حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية واستعراض حرس الشرف بمقر الأمنة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني للدولتين الشقيقتين وتنول اللقاء عددا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث أفواق التعاون في المجالات المختلفة بين كلا الجانبين عقب ذلك إنعقاد الجلسة الختمية للاجتماع الثامن للجنة العسكرية المشتركة المصرية السودانية برئاسة رئيسي الأركان المصري والسودانية تنولت سبول دعم علاقات التعاون العسكري والتدريبات المشتركة ونقل وتبدل الخبرة بين القوات المسلحة لكلا البلدين وأكد الفريق أسامة عسكر تطابق الرؤى ووجهة النظر لكلا الجانبين معربا عن تطلعه أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من التعاون ومن جانبه أكد رئيس هيئة الأركان لقوات المسلحة السودانية عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر والسودان مشيدا بجهود المصرية المكثفة لدعم جهود الأمن والاستقرار والتنمية في السودان استمرارا لاحتفالة مصر والقوات المسلحة بالذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم أقام جمعية المحاربين القدماء مهرجانا رياضيا على ملاعب جهاز الرياضة العسكرية وبحضور عدد من قادة القوات المسلحة بدأت الفعاليات بكلمة ألواء أشرف أحمد شريف مدير جمعية المحاربين القدماء نقل خلالها تحية وزير الدفاع ورئيس الأركان للمحاربين القدماء المشاركين في المهرجان مؤكدا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير الخدمات والأنشطة المختلفة التي تقدمها الجمعية لأعضائها وتضمنت الفعاليات إقامة العديد من المباراة الرياضية كما قدمت الموسيقى العسكرية عددا من العروض والمقطعات الموسيقية الوطنية والتراثية وفي نهاية المهرجان تم توزيع الهدايا التذكارية والكؤوس والميداليات على الفرق الفائزة تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لضبط الأسواق حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 1308 قضايا تموينية بمضبطات أكثر من 5,260 طن مواد غذائية وبناء وكذلك 11,615 عبوة زيت وأوضحت الداخلية أنه تم ضبط أكثر من 101 طن سلع غذائية في مجال حجب السلع الاستراتيجية كما تم ضبط ما يزيد عن 26 طن دقيق مدعم في مجال الاستلاء على السلع المدعومة أما في مجال البيع بأكثر من السعر الرسمي للسلع الغذائية فقد تم ضبط ما يزيد عن 123 طن كما تم ضبط 80 طن حديد تسليح في مجال حجب مواد البناء تحت رعاية رئيس الجمهورية تتواصل فعالية المرحلة الثانية والعشرين من مبادرة كلنا واحد التي أطلقتها وزارة الداخلية بمناسبة حلول شهر رمضان لتوفير السلع بأسعار مونخفضة تواصل مبادرة كلنا واحد برعاية الرئيس الجمهورية تحقيق مستهدفاتها بالوصول إلى المواطنين في كافة المناطق بخاصة لأشد احتياجاً لتوفير السلع لهم بجودة عالية وأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عنهم المرحلة الثانية والعشرون من المبادرة التي أطلقتها وزارة الداخلية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك تحركت قوافلها للمواطنين بالميادين والشوارع ليستفيدوا من التخفيضات في توفير متطلباتهم واحتياجاتهم من السلع الأساسية هنا أرخص من المبارك بصراحة ربنا الرئيس بيعمل حاجة حلوة الله يبارك له الله مبادرة جميلة من سيادة الرئيس والله يجزي عننا خير والله يبارك له حسس بنا وبالشعب ويريته يكتر من حاجات داك في جماعة المناطق المجاورة لنا بالضغط خاصة نحن هنا في الفلاحين بنحتاج حاجات كتير زي كده الأسعار كويسة والله جداً وزوركيسة جداً ياركد على طول بعيدة عن نجاشة عن الناس والله يعني ياركد على طول والله رئيس الله يبرك له بجد يعني خفض الحاجة جداً يعني زي ما كانت الأول يعني الحاجات بقى أسعار زي ما كانت من شهرين ثلاثة نفس السعر يعني الحاجة رخيسة جداً من ضمن السلاسل التجارية المشاركة في المبادرة يوجد منها الكثير في الأحياء ذات الطابع الشعبي لذا تمثل تلك المبادرة أهمية كبيرة للمواطنين بها وهو ما يعكسه الإقبال الكبير على السلع الاستراتيجية في إطار المبادرة في ظل تخفيضات تصل نسبتها إلى 60% المبادرة كويسة جداً وبنشكر سيادة الريس والأسعار كلها حلوة ورخيصة الأسعار كده دي كويسة لنا وبنستنىها على طول وبنستنى التخفيضات دي دايماً وبنستنى المعرض على طول بيبقى فيه فرق في الأسعار المبارح جايبين لهم حاجة بسعر ونهاردة فيه سعر فيه فرق في الأسعار جامد المبارح للنهاردة إحنا بنجيب حاجة من برد بتفرق معنا في البيت الأسعار دي طبعاً الأسعار غالية فهي بتفرق معنا في البيت كل حاجة فيها كويسة احنا ما بنعرف إن فيهم بادرة من وزارة الداخلية ومن الرئاسة بنجي نجري عشان بتفرق معنا كتير أو 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 في الأسعار فبأمانة يعني بنشكر وزارة الداخلية والريس على اللي هو بيعملوا معنا وحرصت الوزارة بالاتفاق مع كبار التجار والموردين على إقامة شوادر ومنافذ في أماكن محددة تم اختيارها بعناية لضمان استفادة شريحة كبيرة من المواطنين بها من كافة الفئات بخاصة الأشد احتياجاً وهو ما يؤكد استراتيجية الوزارة في انتهاجها كافة السبل للوصول إلى المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم أنا مبسوطة جداً يا ريت وأتمنى يعني لو يكون معارض كتير زي كده لأنه حاجة فيها مخفضة فعلاً عن بره بكتير كما تشارك منظومة أعمال للمنتجات الغذائية والله يقود في اللي أنت فيه فيه حد ورانا وإن فيه حد بينزلنا الأسعار وإن فيه يعني محاربة للجشعة وللتجار اللي هم بيزودوا الأسعار وفي إطار مبادرة كلنا واحد قامت الوزارة بتوفير عبوات تحتوي السلع مخفض أسعارها للمواطنين قاتل حي الأسمرات في إطار دعم سكان المناطق الحضارية الجديدة النهاردة يوم حلو إن شاء الله عشان خاطر الرئيس بعث لنا يميش رمضان وكل سنة أنت طيبين جميعاً نشكر الرئيس أنه هو من سنة شتهيماً وبيساعدنا في كل المناسبات وكل سنة هو طيب بمناسبة شهر رمضان وطبعاً نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي جزاء الله كل خيب ونتمنى أنهم كمان يهتمون بنا أكتر وأكتر ودايماً يزرون بحاجاتهم الجميلة دي فلشان طيبين جميعاً ما بين سلاسل تجارية وشوادر ومنافذ وقوافل من السيارات تواصل وزارة الداخلية فعاليات مبادرة كلنا واحد في مرحلتها الثانية والعشرين لتوفير السلع بكافة أنواعها بتخفضات كبيرة لدعم الأسر المصرية بمناسبة حلول شهر رمضان المباركة ورفع الأعباء عنهم لو تحترين بتلاقينا ديناً لناشي قاوشا وتتواصل فعاليات المرحلة الثانية والعشرين من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية والتي أطلقتها وزارة الداخلية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة تصل نسبة التخفيض فيها إلى ستين بالمئة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين عبدالله بركات التلفزيون المصري تفقد محافظ قاهرة خالد عبدالعال سوق العبور لتجارة الجملة لتأكد من توفر احتياجات مواطن العاصمة من الأسماك والخضر والفاكهة والتمور بأسعار مناسبة قبل حلول شهر رمضان في إطار جهود محافظة القاهرة وأجهزتها التنفيذية لمحاربة ارتفاع الأسعار وتوفير السلع بجميع أنواعها بأسعار مخفضة التقى اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بتجار الجملة بسوق العبور حريص أننا ألتقي بسالة التجار أو كبار التجار في السلع الغذائية في سوق العبور وأطمئن منهم على أن طبعاً الاحتياطي الموجود في الفترة اللي جاية بالنسبة لجميع السلع بالنسبة للأسعار وأكدنا مع بعض على أن احنا أنهم الحقيقة لقيت منهم روح طيبة جداً وناس وطنيين وبيشعروا بالمواطن وقالوا أن احنا ما فيش أي زيرات في الأسعار هتتم الفترة اللي جاية بل بالعكس تعهدوا أن الفترة اللي جاية هيبوا فيه نزول الأسعار إن شاء الله فترة دي الأسعار لازم تبقى نازلة فيها التجار في تعاون منها من جميع تجار سوق العبور يعني التجار اللي كانوا موجودين كلهم أكبر تجار في السوق وكلهم قالوا إحنا موافقين مع الحملة دي وإحنا هنساعد بكل الإمكانات اللي تطلبها الدولة مننا لقاء حمل الكثير من روح التعاون والوطنية والمتمثل بثبات الأسعار رغم كل التحديات ووعود جدية بمزيد من الانخفاض بنسبة تصل إلى 30% الأسعار بتتراوح مثلاً على سبيل المثال بطاطس من 3 إلى 4 طماطم من 3 إلى 4 في المنتجات الأساسية بصل من جنيه ربع إلى 175 إرش بالنسبة لهذا الوقت من السنة يعني أسعار كلها في المتنع ونقدر نخفض الأسعار بالنسبة للمستهلك بره إزاي فحيش أن السنة تبقى متوفرة كلها انتهى اللقاء بجولة تفقدية للمحافظ برفقة كبار وسغار التجار بعدد من الشوادر العامرة بخير بلادنا وذلك لمتابعة المعروض وأسعاره ووعد بالبدء بإعداد منافذ ثابتة ومتحركة بكافة أحياء القاهرة وخاصة المناطق الأكثر احتياجاً على أن يتم توفير الخضر والفاكهة بها من تجار السوق مباشرة بأسعار أقل من الأسعار المعروضة بالسوق وترحيها للمواطنين مباشرة دون وصيد أطلقت الحكومة معارض أهلاً رمضان بالمحافظات المختلفة بهدف توفير مختلف السلع الغذائية وأسعار مخفضة وتشارك كبرى الشركة المنتجة للسلع الغذائية بتخفضات بجانب تقسيس أجنحة بفروع السلسل التجارية الكبرى والشركة الحكومية ومنافذ المجمعات الاستهلاكية دائماً ما تسعى القيادة السياسية للتخفيف عن كاهل المواطن ففي ظل موجة التضخم التي تشهدها دول العالم ومع اقتراب شهر رمضان المبارك أطلقت الحكومة معارض أهلاً رمضان بهدف توفير مختلف السلع الغذائية بأسعار مخفضة المعرض ده مختلف عن أي معرض سبق قبل كده لنظراً لتفعل أسعار موجودة في الشارع وكسر احتكر موجة الغلاء الموجودة في الشارع النهوة ده احنا بنعلن أن احنا عندنا 12 عرض يبين أكبر السلع الاستراتيجية الموجودة للمواطن البسيط أمثال السكر والرز والزيت والمكارونة والسمن بأسعار ملهاش مسيل في أي مكان في المحلات التجارية بره وتجل عن مسيلاتها بره من 25 إلى 30% ففي محافظة بورسعيد افتتح المحافظ عدل الغضبان المعرض بأسعار التكليفة والجملة ببازار بورسعيد الجديد لتوفير جميع السلع التي تلب احتياجات المواطن خلال الشهر الكريم بأسعار التكليفة والجملة وبجودة عالية وكميات كافية يجمع بين اتجارة الجملة واتجارة التجزئة النهوة ده احنا عمليون المعرض أهل رمضان في هذا المكان وشفنا الأسعار الشكلائية النهوة وشفنا السلطرة على سعار الشكلائية وشفنا وزارة التموين ومستدفى مدير التموين ومحافظة بورسعيد إجراءات التنفيذية لعملتها في خلال السبعين اللي فاتوا فالضبط الأسعار في الأسواء وفي محافظة الدقهلية قام المحافظ أيمن مختار بجولة مفاجئة على المحلات التجارية والمنافذ للتأكد من توافر السلع والمواد الغذائية بالأسعار والكميات المناسبة للمواطنين استعدادا لشهر رمضان المعظم كما أكد أنه سيتم إقامة 15 معرضا لأهل رمضان لتوفير كافة السلع والمواد الغذائية بكميات مناسبة وبأسعار مخفضة تصل إلى 25% وفي المنطقة اللوجستية بأرض المعارض بمحافظة الغربية افتتح المحافظ طارق رحمي معرض أهل رمضان الذي يهدف في المقام الأول لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وتقل عن مسيلاتها في الأسواق بنسبة 15% نهار دا احنا في المنطقة اللوجستية في طنطة بنشرف أن احنا بنفتتح المعرض الكبير دوت في الحقيقة في الجولة اللي أنا مرت فيها لقيت فيه تنوع كبير في الأسناف فيه أسعار مخفضة فيه تنافس في الأسعار لنفس السلعة ما بين شركة والأخرى ودي حاجة مبشرة أنا بس بدعوا يعني أهلين مش بس في طنطة وإنما في محافظة الغربية كلها يجوا يشرفونه وحيلاقوا فعلا منتجات بأسعار كويسة دا هيكبر التجار اللي هم بيشوروا عقلهم يعني أنهم يزودوا الأسعار لا فيه أماكن تانية بتبيع بأسعار مخفضة وفي محافظة دميات انطلق معرض أهل رمضان لبيع السلع الأساسية والغذائية بأسعار مخفضة والمقام أمام الحديقة المركزية بدميات الجديدة بتخفيضات تصل إلى 25% ويضم المعرض جميع السلع الغذائية والأساسية ومسلزمات الشهر الكريم بالإضافة إلى منافذ بيع اللحوم والدواجن وفي محافظة مطروح افتتح المحافظ خالد شعيب معرض أهلا رمضان بمدخل طريق السلوم بمدينة مرسى مطروح في إطار تجهيز وافتتاح عدد من المعارض لتوفير السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 20% للتخفيف عن المواطنين واستعدادا لحلول الشهر الكريم سواء فيه كل احتياجات المواطن سواء من يبيش رمضان وزيوت والرز والسمن كل ما يحتاج المواطن موجود داخل هذا السوق وأسعار تقل عن مسلاتها من خارج 20% إذن هي جهود كبيرة تقوم بها الدولة في إطار توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة استعدادا للشهر الكريم من خلال معارض أهلا رمضان أو من خلال الرقابة على الأسواق افتتح محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة معارض أهلا رمضان في مدينة العريش وذلك لتوفير السلع التموينية ومستلزمات شهر الرمضان الكريم بأسعار مناسبة وأعلن المحافظ أن المعارض يشمل السلع الغذائية وجميع احتياجات الأسرة خاصة وأنه مستمر طوال شهر الرمضان مشيرا إلى أنه تم افتتاح معارض أخرى في بئر العبد والشيخ زويد وغيرهما من المدن نزلت الأسعار تبقى لتوجهات السيد الرئيس الجمهورية في هذا الشأن والسيد الرئيس الوزراء وفعلا بتعتبر محافظة شمال سيناء من المحافظات المتميزة في هذا الموضوع فأنا بوجه تحيد شكر وتقديد لكل إخوانا التجار في جميع التخصصات طبعا نحن في توجهات رئيس الجمهورية بخصوص معرض أهل الرمضان وتقفيد الأسعار والحمد لله نحن النهاردة تم افتتاح هذا المعرض بنجاح وفي توفير كل مسلزمات المواطن من سلع الأساسية وغير الأساسية وكمان توفير الأسعار التي تناسب كل فئات المواطن السناوي كل الخير موجود الحمد لله ورخيصه زي الفل يا ربي تديمها نعمة المعرض إن شاء الله السنة دي يختلف عن كل سنة فيه من جميع المنتجات من لحوم وبقليات وخضار وفواكه وأسعار بتنافس جميع الأسواق اللي برا ولليوم الخامس على التوالي توصل مؤسسة حياة كريمة توزيع صناديق المواد الغذائية لمراكز محافظة الغربية كما قامت المؤسسة بزيارتي بمركز غسيل الكلة بمركز المحلة الكبرى لتسليم صناديق المواد الغذائية للمواطنين المستحقين وذلك بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك أكد رئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو لن توقف العملية العسكرية حتى يتم النزع السلاح كيف مشددا على أن بلاده لا تهدف لاحتلال أوكرانيا وبشأن العقوبات الاقتصادية المفروضة على بلاده أضاف بوتين أن موسكو لن ترك على الغرب الذي يحاول فرض نموذجه الاقتصادية على دول العالم وسيتم الرد على تلك العقوبات التقدم العسكري لحلف الناتو نراه قد وصل إلى حدودنا وبالتالي لم يكن لدينا أي خيار آخر لحماية أمن روسيا عدى القيام وتنفيذ هذه العملية العسكرية وكل الأهداف سوف يتم تحقيقها دون أدنى شك ونحن سنحمي أمن روسيا وشعبها ولن نسمح بأن تتحول أوكرانيا إلى جبهة تستخدم للحرب ضدنا وهذه مسائل مبدئية بالنسبة لنا وخاصة مسألة الصفة الحيادية لأوكرانيا وكذلك نزع السلاح واشتثاث النازية كل ذلك يعتبر مسائل هامة ومبدئية لنا ونحن ندرك تماما بأننا سنقوم بالمتابعة المفاوضات وسوف نتخذ كل الطرق لحماية الأرواح المدنية قال الرئيس الأوكراني فوليديمير زيلانسكي إن بلاده بحاجة إلى دعم الولايات المتحدة لمؤجهة العملية الروسية ضد بلاده وأوضح الرئيس الأوكراني في كلمة له عبر الفيديو كونفرنس أمام أعضاء الكونغرس الأمريكية أن روسيا أطلقت نحو ألف صاروخ خلال العملية العسكرية مجددا ابتراحه بأن تفرض واشنطن عقوبة على السلسة في روسيا كافة لدي حاجة أنا بحاجة لحماية سمائنا وأنا بحاجة لاتخاذكم القرار ومساعدتكم وهذا يعني نفس الشيء نفس مشاعركم عندما تسمعون كلمات أنا لدي حلم أيها سيدات والسادة الأصدقاء أوكرانيا ممتنة للولايات المتحدة الأمريكية لدعمها الكبير وكلما قدمت حكومتكم وشعبكم من أجلنا عبر الأسلحة والذخائر والتدريب والتمويل وقيادة العالم الحر مما ساعدنا على فرض الضغوط على روسيا اقتصاديا أنا ممتن لرئيس بايدن لمشاركته الشخصية والتزاماته الجادة للدفاع عن أوكرانيا أعلنت الخارجية الروسية أن العملية العسكرية القارية في أوكرانيا والتي تدخل يومها الحادي والعشرين ستحقق أهدافها وأضفت الخارجية الروسية في بيان لها أنه سيتعين على أوروبا دفع ثمن الأضرار التي لحقت بالعلاقات الثنائية بين كييف وموسكو 21 يوم مرت على العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا وما زالت موسكو تتمسك بتحقيق أهدافها بينما تحاول كييف الصمود بالتزامن مع محاولة النفس الأخير مع الغرب لنجدتها ومع استمرار العمليات العسكرية وفشل العقوبات الغربية في ردع التواغل الروسية أدرك الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه لا طريقة للنجاة سوى محادثات السلام التي وصفها بالأكثر وقعية بعد أن ترق أبواب الغرب لنيل مظلة الحماية الأوروبية دون رد وفي تلميح إلى تراجع فرضته تطورات الأوضاع على الأرض أعرب زيلينسكي في وقت سابق عن استعداد بلاده لقابول ضمانات أمنية من الغرب لا تصل إلى حد تحقيق هدفها طويل الأمد بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسية أما روسيا التي تؤكد مراراً وتكراراً أن عمليتها العسكرية هدفها نزع سلاح أوكرانيا فتنضي في محادثات السلام بالتزامن مع تقدمها على الأرض رافضة التنبؤ بالنتائج ومعتبرة في الوقت ذاته أن مجرد استمرار المحادثات نقطة إيجابية موقف روسي صلب دفع حلف شمال الأطلسي لدراسة خطط لتبني طرق جديدة لرادع روسيا عن أي عمل عسكري في المستقبل بما يشمل زيادة القوات والدفاعات الصاروخية في شرق أوروبا ومع تأثر الجميع بتداعيات تلك الأوضاع أصبح العالم على موعد مع واقع جديد وملامح متغيرة لخريطة القوى العالمية وإن لم تستقر على شكل جديد حتى الآن قال الكريملين أن فكرة أن تكون أوكرانيا دولة محايدة ولها جيشها الخاص مثل أن نمسا أو السويد يمكن أن تكون حلا وسط محتملا في المحادثات مع كييف وأوضح المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن الحل البديل الذي تتم مناقشته في الوقت الحالي يمكن اعتباره حلا وسطا ومن جانبها أعلنت الرئاسة الأوكرانية أنها ترفض فكرة أن تكون كييف محايدة على غرار السويد أو النمسا مطالبة بضمانات أمنية مطلقة لمنع أي عملية عسكرية مرة أخرى في روسيا أعرب وزير الخارجي الروسي سيرجي لافروف عن استعداد موسكو للبحث عن أي حلول في محادثتها مع كييف لضمان أمن روسيا وأوكرانيا وأوروبا عموما مع عداء تمدد حلف النيتو وكذا لافروف في تصريح تلفزيوني أن المحادثات مع كييف تمضي قدما ببطء لكن هناك بعض الأمال في التوصل إلى حل وسط موضحا أن هذا التقييم جاء من قبل المفاوضين الروس وبعض أعضاء الوفد الأوكراني وأوضح لافروف أن موسكو وكييف تبحثان بشكل جاد في محادثتهم مسألة الوضع الحيادي للدولة الأوكرانية موضحا أن هذه المسألة مرتبطة ارتباطا شديدا بطلب موسكو تقديم ضمانات أمنية لها طلب أمين عام حلف شمال الأطلنطية النيتو يانس سولتنبرغ الرئيس الروسي بلالمر بوتين بوقف العملية العسكرية على أوكرانيا فورا وسحب قواته منها مؤكدا أن الحلف لن يتسامح مع أي هجوم يستهدف سيادة الدولة وسلامتها وفي ختم اجتماع للنيتو لبحث تطورات الأزمة الأوكرانية قال سولتنبرغ أن الاجتماع بحث تعزيز القدرات الدفاعية في شرق أوروبا مؤكدا أن الحلف لا يعتزم نشر جنود في أوكرانيا الرئيس بوتين لا بد أن يوقف هذه الحرب فورا ويسحب قواته الآن ويبدأ في الحوار الدبلوماسي بنية صادقة إن حلف النيتو يستجيب لهذه الأزمة بسرعة ووحدة والأسبوع المقبل رؤساء الدول والحكومات المتحالفة سيجتمعون في قمة استثنائية لحلف النيتو سوف نتحدث عن استجابتنا المباشرة والتغييرات التي يتعين علينا إجراؤها لتعزيز أمننا على المدى البعيد موسكو لا بد أن تشك أبدا في أن حلف النيتو لن يتسامح على أي هجوم على سيادة الدول وسلامتها وخلال مؤتمر صحفي مشترك جمع سولتنبرغ ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قبل انعقاد قمة النيتو قال أوستن إن الحلف سيواصل دعم قدرات أوكرانيا في الدفاع عن نفسها وأضاف أوستن أن دول الحلف ستبقى متحدة في دعم أوكرانيا ضد العملية العسكرية الروسية التي وصفها بغير المبرارة تحدث مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان مع الأمين العام لمجلس الأمن الروسي نيكولايا باتروتشيف في أول اتصال رسمي رفيع المستوى بين الولايات المتحدة وروسيا منذ العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير وخلال الاتصال الهاتفي قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض للمسؤول الروسي إنه إذا كانت روسيا جادة بشأن الدبلوماسية فيجب على موسكو أن تتوقف عن مهاجمات المدن الأوكرانية المترجم للتعليمات المترجم للقناة ترجمة نانسي قنقر أفادت خدمة الطوارئ في القطاع الشرقي من إقليم خاركيف الأوكرانية أن 500 شخص على الأقل من سكان مدينة خاركيف قتلوا منذ بدء الأزمة الأوكرانية وكانت السلطات في خاركيف قد أعلنت أن أكثر من 600 ممنى في المدينة دمرت مشيرة لأن مبادرة المدينة ممكنة عبر القطارات أو بالسيارات وتعد خاركيف ثاني كبريات مدن أوكرانيا وقريبة من الحدود مع روسيا قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن رئيس اللجنة بيتر ماورير وصل إلى كيف في زيارة مقرارة لأوكرانيا مدتها خمسة أيام للتأكيد على ضرورة زيادة وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين وأوضح رئيس اللجنة في بيان الله أنه من المهم للغاية أن تكون لدينا اتصالات مباشرة مع أطراف الصراع وفهم معنى الحياة في العمل الإنساني بعد المعاناة الهائلة التي تعرض لها المدنيون وشيرا إلى أنه تم إجراء محادثة مكثفة جرت عبر الفيديو كونفرانس مع الحكومتين الروسية والأوكرانية أعلنت الولايات المتحدة وحلفاؤها في مجموعة السابع نهاية العمل ببند الدولة الأولى بالرعاية الممنوح لروسيا تمهيدا لفرض رسوم جمركية عقابية على المنتجات الروسية المستوردة هذا ويخطط الاتحاد الأوروبي لخفض وارداته من الغاز الروسي بمقدار الثلثين هذا العام في إطار العقوبات الاقتصادية على روسيا تتعرض موسكو والشخصيات المقربة من الرئيس فلاديبر بوتين لعقوبات مشددة ازدادت حدة في الأيام الأخيرة فالولايات المتحدة وحلفاؤها في مجموعة السابع أعلنوا نهاية العمل ببند الدولة الأولى بالرعاية والممنوح لروسيا تمهيدا لفرض رسوم جمركية عقابية على المنتجات الروسية المستوردة الطاقة كانت إحدى القطاعات التي شهدت عقوبات حيث أعلنت الولايات المتحدة فرض حظر على واردات النفط والغاز الروسية وحذت المملكة المتحدة حظوها معلنة أنها ستوقف واردات النفط الخام والمنتجات البترولية الروسية وذلك بحلول نهاية العام 2022 إلا أن الأوروبيين منقسمون نظرا لحاجتهم للغاز الروسي الذي يستورده عدد من دول في وسط وشرق أوروبا وكذا ألمانيا وإيطاليا هذا ويخطط الاتحاد الأوروبي لخفض وارداته من الغاز الروسي بمقدار الثلثين هذا العام ومنع الأوروبيين من القيام باستثمارات جديدة وهو ما تجلى في تعليق خط أنابيب الغاز نورد سترين 2 الذي كان سيزيد شحنات الغاز الروسي إلى ألمانيا القطاع المالي هو الآخر تم استهدافه منذ البداية للحد من قدرات تمويل العمليات العسكرية وامتدت العقوبات لتشمل بيلاروسيا حيث تم استهداف البنك المركزي الروسي وبشكل مباشر وتم حضر أي معاملات مع المؤسسة وشلت أصولها بالعملة الأجنبية فضلا عن البنوك الروسية الرئيسية عن نظام سويفت كما تم استهداف وسائل النقل حيث سرعان ما أغلق المجال الجوي في كل الدول الأعضاء في حلف الناتو والاتحاد الأوروبي أغلق أمام طائرات روسية وعلق الكثير من شركات الطيران رحلتها إلى روسيا فضلا عن حضر تصدير الطائرات أو قطع الغيار أو المعدات ووقف صيانة الطائرات المسجلة في روسيا من قبل شركات إيرباس وبوينغ بالإضافة إلى الحرمان من خدمات التأمين وإعادة التأمين في لندن تواصل وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج لليوم الثالث على التوالي استقبال الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا من أجل تقديم أوراقهم لاستكمال دراستهم في مصر عبر الروابث المعلنة مسبقا من جانب وزارتي الهجرة والتعليم العالي وأكدت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلا مكرم على أهمية الالتزام بكافة الضوابث التي أعلنها مجلس الوزراء مع إحضار كافة الأوراق الثبوتية وجواز سفر مسجل عليه الإقامة في أوكرانيا قبل الرابع والعشرين من فبراير الفين الثين وعشرين وكذلك إثبات قيد في السنة الدراسية والتخصص بالجامعة الأوكرانية مشددة على حرص القيادة السياسية على توفيق أوضاع أمنائنا العائدين من أوكرانيا نشرة السادسة ما زالت متوصلة وتتابعون فيها الأمم المتحدة تتحدث عن جمع 4 مليارات و300 مليون دولار لتجنب مجاعة في اليمن التقى وزير الخارجية سامح شكري كبير الوزراء السنغافوري لتنصيق السياسات الأمنية ورئيس اللجنة الوطنية الوزرية لتغير المناخ تيوتشي هن في ثاني محطات جولته الأثيوية وأوضحت الخارجية أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون والتنصيق بين الجانبين في مجال المناخ خلال الفترة المقبلة في دوء رئاسة مصر للدورة السابع والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ بجانب تبادل الرؤى بشأن أهم المسائل والقضايا الإقليمية والدولية وتقييم تأثيراتها فضلا عن التباحث حول سبل التعاون في مجال مكافحة الإرهاب أعلنت الأمم المتحدة أنها تسعى لجمع أربعة مليارات وثلاثمائة مليون دولار لتجنب مجاعة في اليمن وقال مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة مارتين جريفث إن وكالات الإغاثة اضطر بالفعل لخفض أوقف مساعدات غذائية وطبية ومساعدات ضرورية أخرى في اليمن الذي شهد اقتصاده وخدماته الأساسية انهيارا بسبب الحرب المستمرة منذ نحو سبع سنوات وذكرت وكالة تابعة للمنظمة الدولية أن أكثر من 17 مليون في اليمن يحتاجون إلى مساعدات غذائية وأن الرقم قد يزيد إلى 19 مليون في النصف الثاني من العام بناء على توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى لقوات المسلحة في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم أصدرت القيادة العامة لقوات المسلحة أوامرها لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وجهاز الخدمات العامة بتوفير السلع الغذائية الأساسية من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة بأسعار مخفضة لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين خلال الشهر الكريم كما قامت هيئة الإمداد والتمويل القوات المسلحة بتعبئة وتجهيز مليون حصة غذائية لطرحها بنسبة خصم تصل إلى 60% بمحافظات نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية بناء على توجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة في تخفيف الأعباء المعاشية عن المواطنين بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وجهاز الخدمات العامة بتوفير سلع الغذائية الأساسية من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة بأسعار مخفضة لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين خلال الشهر الكريم كما قامت هيئة الإمداد والتمويل للقوات المسلحة بتعبئة وتجهيز مليون حصة غذائية لطرحها بنسبة خصم تصل إلى 60% بمحافظات نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية وحرصت القوات المسلحة على الإعداد والتجهيز الجيد للأصناف من خلال هيئة الإمداد والتمويل للقوات المسلحة لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية يأتي ذلك انطلاقاً من المسئولية الاجتماعية للقوات المسلحة لتوفير كافة الاحتياجات الأساسية للمواطنين بالتزامن مع حلول شهر رمضان المعظم نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صدور قرار بتغيير قواعد تنصيق القبول بالكليات العملية دون التقيض بنظام التشعيب أدب علمي في أثنوية العامة وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن مشدداً على استمرار قواعد تنصيق القبول بالجامعات الحكومية كما هي في السنوات الماضية دون أي تغيير موضحاً أن آلية التحاق طلاب الثانوية العامة بالجامعات المصرية مستمرة بنفس الكيفية تبقى للتخصص المسموح به لشعبة الطالب سواء علمي أو أدبية إلى جانب قواعد المجموع والتوزيع الجغرافي نظم مجلس الدولة بالتعاون مع الاتحاد العربي للقضاء الإداري مؤتمراً دولياً ليكشف الأحكام التي أصدرتها محاكم القضاء الإداري في ظل الإجراءات الاستثنائية المعمول بها في ظل وباء كورونا وللمزيد في سياق التقرير التالي تحت عنوان أحكام القضاء الإداري في ظل الإجراءات الاستثنائية المعمول بها في ظل وباء كورونا نظم مجلس الدولة بالتعاون مع الاتحاد العربي للقضاء الإداري مؤتمرا دوليا بحضور عدد من المختصين والضيوف الدوليين والعرب في شأن القضائي لقد نشأ الاتحاد العربي للقضاء الإداري بسوائد قانونية عربية هادفا منذ يومه الأول إلى توطيد روابط الأخوة والصداقة بين المحاكم العليا الإدارية ومجالس الدولة في الدول العربية وتيسير سبل تبادل الخبرات وإثراء المعارف القضائية الإدارية وتوحيد اجتهاداتها تدعيما للعمل العربي المشترط نواتا لوحدة عربية شاملة في هذا المجال المؤتمر ده جاي بناقش مسألة عنينا منها كلنا في الفترة الماضية خاصة به أثر أزمة كوفيد-19 على الأنظمة القضائية هنتكلم إزاي كان أثر هذه الأزمة إزاي الأحكام المحاكم عالجت تدعيات الأزمة إزاي تناولت قرارات اللي اتخذتها بعض الحكومات لمعالجة هذه الأزمة هنتناول هذه الموضوعات كلها من واقع الأحكام اللي صدرت من المحاكم المختلفة المؤتمر يتيح الاطلاع على التجارب الأخرى في الدول الأخرى نريد أن نناقش تجارب الدول أعضاف الاتحاد وكذلك في العالم في مواجهة هذا الوباء ما هي الإجراءات التي اتخذتها الدول من أجل الحد من انتشار هذا الوباء وأثر ذلك على مناح الحياة العامة وكذلك على القضاء بصفة خاصة جدول أعمال المؤتمر تضمن عددا من الجلسات والمحاور من بينها الضبط الإداري تعريفه ووسائله وجلسة خاصة بنطاق سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية وباء كوفيد-19 بالإضافة لتطبيقات القضاء الإداري في المنازعات المتعلقة بقرارات الضبط الصادرة في الظروف الاستثنائية الإدارة تتخذ تدابير كما تعلمون لنبدأ من أبسط الأمور هو وضع الكمامة تعلمون ببعض الدول الغربية مثلا خرجت مظاهرات ترفض وضع الكمامة والبعض طعن هناك أشخاص أو جمعيات طعنت أنه أمام القضاء الإداري وهذا الأمر أنه وضع الكمامة يقيد الحرية أنا ليه بدك تلزمني أضع الكمامة وما فيه أظهر أو أقفى المحلات بساعات معينة وإلى آخرية هنا تصدى القضاء الإداري لهذا العمل على عدة أصعدة ستشاري حكومة السودان بورقة علمية عن الرغابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة ودورة في مكافحة الفساد كواحدة من المسائل المهمة جدا إذا تكون تحتوى محاور هذا المؤتمر وتعكس مدى تطبيقات القضائية المتباينة على السعيد العربي فيما يتعلق بدور الرغابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة كواحدة من المسائل الشائكة وتتباين فيها وجهات النظر تباين مطلق الاتحاد العربي للقضاء الإداري نشأ بسواعد قانونية عربية هادفة إلى توطيد روابط الأخوة والصداقة بين الاتحاد ومحاكم القضاء الإداري حيث تأتي أهمية عمل الاتحاد من أهمية القضاء الإداري ذاته في حماية المشروعية بمساعدة الجهات الإدارية على أداء مهامها من جهة والحفاظ على حقوق وحريات الأفراد من جهة أخرى أحمد الحسيني التلفزيون المصري أكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة مايا مرسي التزام من مصر بمواصلة جهودها الحثيثة لمواجهة تغير المناخ جنبا إلى جنب مع تمكين المرأة في مختلف المجالات جاء ذلك خلال إلقاء رئيسة المجلس القومي للمرأة كلمة مصر الرسمية خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للدورات السادسة والستين للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة حيث أشارت إلى إطلاق مصر لرؤيتها العام 2030 والتي تضم الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة في إطار محاور الحماية والتمكين الاقتصادي لقد بادرت مصر في دوق تأثيرات تدعيات تغير المناخ على المرأة خاصة فيما يتعلق بصحتها وأمنها الغذائي ومستوى معيشتها اللائق إلى اتخاذ العديد من الخطوات الجادة لتطبيق نمو زج تنموي مستدام في هذا الصدد وأنشأت مصر مجلسها القومي للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وتضم الحكومة وزارة للبيئة ترأسها وزيرة وهناك وحدة للمرأة بجهاز شؤون البيئة ووحدة التكافؤ الفرص بهيكل وزارة البيئة تعمل في زل التعاون الوثيق مع المجلس القومي للمرأة كما أطلق المجلس القومي للمرأة منهجا لدمج احتياجات المرأة في قطاع البيئة وتنظيم معايير الاستدامة البيئية من ناحية أخرى أطلقت مصر رؤيتها لعشرين ثلاثين والتي تضم البعد البيئي وإدماج مبادئ تمكين المرأة والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة في إطار محاور الحماية والتمكين الاقتصادي كما أطلقنا مؤخرا الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ عشرين خمسين من ناحية أخرى أكدت ماي مرسي أن الإرادة السياسية قوية للرئيس السيسي هي كلمة السر وراء تقدم المحرص في ملف تمكين المرأة جاء ذلك على هامش فعاليتي الدورة السادسة وستي للجنة توضع المرأة بالأمم المتحدة وبحضور السكرتير العام للأمم المتحدة أنطانيو جوتاريش خلال مشاركة رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة وفد مصر في اجتماع مجموعة أصدقاء المساوى بين الجنسين وأكدت ماي مرسي أن مصر تكفل تحقيق المساوى بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور كما تكفل المرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارات العلية في الدولة والتعيين في الجهات والهيئة القضائية دون تمنيز ضدها عقدت وزيرة التضامن الاجتماعيين في نقباج اجتماعا موسعا مع ممثل 20 جمعية أهلية شريكة لبحث آليات تنفيذ الوحدات السكنية وتطويرها بصورة ملائمة في قرى المبادرة الرئاسية حيا كريمة يأتي ذلك تنفيذ لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن تنفيذ وحدات سكن كريم ضمن المبادرة الرئاسية من خلال التعاون مع الجمعيات الأهلية هذا وأوضحت نفيين القباج أن المنازل التي تم استهدافها ضمن المبادرة الرئاسية حيا كريمة جاءت بناء على معايير محددة فقد تم الانحياز في المقام الأول لتلك الفئات التي تخص الأسر التي تضم المرأة المعيلة أو ذوي الإحتاجات الخاصة أو الفئات غير قادرة لتحسين مستوى معيشتها وطبقا لعوامل منها الحالة الإنشائية المتهالكة وغير الآمنة للمنزل والحالة الاجتماعية والاقتصادية للأسر مع إلاء إهمية خاصة للأسر الأفقر أقيمت قافلة طبية بالوحدة الصحية بأبو غصون التابعة لإدارة مرسى عالم الصحية ضمن المبادرة الرئاسية حيا كريمة وقامت القافلة بتوقيع الكشف وصرف العلاق لنحو 96 حالة بمختلف التخصصات الطبية وإجراء جميع الكشفات والفحوصات وصرف العلاق بالمجان لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن ومحافظة البحر الأحمر والآن نتحول إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة يقدم لنا مصطفى مزار شكراً آية وشكراً صحر أهلاً بكم مشاهدي الكرام في هذه الجولة من أخبار المال والأعمال نتابع فيها أعلنت وزيرة التجارة والصناعة نبين جامع أن الوزارة أعدت قائمة ب83 فرصة استثمارية مؤكدة لمنتجات صناعية يمكن البدء في تصناعها محلياً بدلاً من استيرادها من الخارج وأكدت الوزيرة أن الحكومة تسعى جاهدة لخلق المناخ الجاذب للاستثمار وإيجاد حلول فعالة لكافة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال وذلك بهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة سواء فيما يتعلق بالإنتاج أو الاستثمار أو التشغيل جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة بالندوى التي نظمتها جمعية الصناع المصريين والمجلس التصديري للصناعات الكيموية وذلك لبحث التحديات التي تواجه قطاع الصناعة والتصدير في مصر شهد وزير البترول والثروة المعدنية طريق الملة توقيع مذكرة تفاهم بين شركة شل مصر والأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب وذلك لدمج البرنامج التدريبي المتخصص في تطوير الحلول المستدامة للمشكلات في مختلف برامج التدريب بالأكاديمية وأشاد وزير البترول بالتعاون بين شل مصر والأكاديمية الوطنية للتدريب والتي استطاعت تحقيق نجاح لافت للنظر خلال فترة وجيزة منذ إنشائها في أغسطس من عام 2017 واستطاعت خلال تلك الفترة تحقيق تفرة في مجالات التدريب والتنمية البشرية للكوادر الشابة في قطاعات الدولة المختلفة والارتقاء بقدراتهم ومهارتهم من خلال توفير بيئة تدريبية علمية وعملية جيدة ونخبة متميزة عقد وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاط اجتماعا مع مجموعة من خبراء المياه والصرف بمجموعة البنك الدولي وتم خلال هذا الاجتماع مناقشة نتائج زيارة بعثة البنك الدولي إلى مصر والتي اختتمت أعمالها في الرابع عشر من مارس الجاري بالإضافة لعرض سبل تعزيز التمويل للإصراع بمعدلات تنفيذ الخطة الاستراتيجية لترشيد استهلاك المياه وأشار وزير الموارد المائية والري في هذا الصدد إلى أن العديد من دول العالم طلبت الاستفادة من تجربة مصر في إدارة المياه وتدويرها لعدة مرات وتم خلال الاجتماع استعراض نتائج زيارة بعثة البنك الدولي لمحافظتي القليوبية وبنسويف والتي تضمنت زيارات ميدانية لحقول بعض المجارعين الذين تحولوا من الري بالغمر إلى الري بالحديث على نفقتهم الخاصة بعد مشاركتهم في إحدى حملات التوعية التي نظمتها أجهزة وزارة الموارد المائية والري للتوعية بفوائد التحول إلى الري الحديث ارتفعت مؤشرات البورسات المصرية في قتام تعاملات اليوم وقد ارتفع الرأس المال السوقي بنحو 16.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 694.5 مليار جنيه أما على صعيد المؤشرات فارتفع مؤشر EGX30 بما نسبته 2.71% ليغلق عند مستوى 10.705 نقاط كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 3.3% ليغلق عند مستوى 1873 نقطة وارتفع مؤشر EGX100 بنسبة 2.95% ليغلق عند مستوى 2828 نقطة إلى أسواق العملات حيث تبينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي 15 جنيه و 65 كرشا للشراء و 15 جنيه و 78 كرشا للبيع وسجل اليورو 17 جنيه و 23 كرشا للشراء و 17 جنيه و 38 كرشا للبيع في حين وصل الجنيه الاسترليني إلى 20 جنيه و 50 كرشا للشراء و 20 جنيه و 67 كرشا للبيع أما بالنسبة للعملات العربية فسجل الدرهم الإماراتي 4 جنيه و 26 كرشا للشراء و 4 جنيه و 30 كرشا للبيع وسجل الريال السعودي 4 جنيه و 17 كرشا للشراء و 4 جنيه و 21 كرشا للبيع في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفعت أسعار الاستيراد الأمريكية بقوة في فبراير متأثرة بزيادة كبيرة في تكاليف المواد البترولية والغذاء ما يشير إلى أن تضخم في أكبر اقتصاد في العالم سيبقى عند مستويات مرتفعة لفترة غير قصيرة و قالت وزارة العمل الأمريكية أن أسعار الاستيراد زادت بنسبة 1.4% في الشهر الماضي بعد صعودها 1.9% في يناير وصلنا معكم مشاهدين الكرام لنات هذه الجولة في أخبار المال والأعمال لنشرة السادسة نعود للاستكمال ما تبقى في النشرة السادسة مع آية وصحر شكرا لك مصطفى ميزار وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة السادسة ويتبقى التذكير بالعنوية مجلس الوزراء يقر حافزا إضافيا 65 جنيها لكل إردب على أسعار التوريد القمح المحلية ويفوض التمويل لوضع آلية تسعير الخبز الحرة بوتين يشدد على نزع سلاح أوكرانيا لوقف العمليات العسكرية وزيلانسكي يطلب دعم واشنطن لمواجهة موسكو النيتو يبحث تطورات أزمة أوكرانيا ويطالب بوتين بوقف هجومه فورا إلى هنا مشاهدين تنتهي جولتنا الإغبارية من السادسة شكرا لكم وإلى اللقاء